السر في الوحدة اللي انت عيشها مع نفسك دلوقتي هي مش انا مش عيشها مع نفسي انا عيشها مع ناس كتيرة جدا من نجوم الترب القديم الأصيل مع كتاب حميل بحب الفلسفة في الاجابة والله يا عزيب لا لا والله بص اقولك على حاجة بص اقولك على حاجة وهو يصل الوحدة يتقتلك تنسيش نحن نعرف بعد كوي نحن نعرف بعد من عشان كده ما انا بقولك وانت عايش الوحدك ليه انت في اول الكلام بص انا اقولك على حاجة انا طول عمري دماغي كده يعني ماما الله يرحمها كان دايما تقولي تعالي بات انت تعالي انت احرص اخواتك وازك اخواتك وامن اخواتك وانا ليس صغيرة وفي عندي اخوات كتير كبار اكبر مني انت من صغرى كما بتحس ان انت في حتة كده حلوة ودي مش هادة مين دي شهادة ماما اللي هي الجنة تحت اقدامها ان شاء الله و تحت اقدام كل الامهات يا رب انت بتبقى اما بتكبر شوية بشوية بشوية انت حاسس انه الاعتماد على النفس والشخصية القوية بتخليك مهما كان يا عمرو هتقدر تتغلب على الصعب ما فيش لحظات كده بتمر عليك فيها دي بس انت خلاص ملت حياتك زي ما قلتلك بناس بتسمعهم انت مفتقد ان انت العصر الزهبي ده انت عايشة مع نفسك باختصار يعني عايشة في العالم بتاعك والعصر الزهبي ده هي بقى النيستالجيا دي اللي بخلياني مش بعيدة اوي وحس ان انا لسه باجي كده بش الناس بتعمل تأمل وتقعد يعملوا الحركات دي وكده والبتاع دي انا بروح شايلة نفسي من علفة في الفترة دي وبرجع للزمن الجميل واخد قلت الزمن واروح شايلة روح لي حطاف الزمن ده فبحس ان انا متونسة بابويا وامي واخواتي انا مش باستغربك بالعكس مستباق جدا لكن قولي ايه سر الخلافة اللي بينيك وبين الفنانة ناديا الجندي يا خبرة بيت خلافات وما لقالوا كده ليه نجمة الجماهير يا جماعة نجمة الجماهير يا جماعة يعني دلقى فيش لوحده كانت ناديا الجندي كده واحنا بنهرى للصيني ما نروح نتفرج على ناديا الجندي معانا بقولك هي المشكلة الناس مش لقين بص يا عمر معلش اسمح لتكلم دقيقة بس عن سياق الموضوع اصل الصحفي ده مش كلهم طبعا مش كلهم ده معظمهم زي الفل القلة القليلة دي اللي بتستغل ان هي تحور وتدور في كلام عشان الفترة دي اللي بقى فيها السوشيال ميديا والتريند والتيك توك والميك موك والانستجرام والفشوكرام والتريندات والحاجات اتقوا اللي اتقوا اللي لانه الصحفي وقلم الصحفي وضمير الصحفي لازم ده يعني ده حاجة ده حاجة يعني مفروض انه هو يبقى المهنة الوحيدة بجد يا عمر بعد طبعا الطب المهنة الوحيدة اللي قد ايه الكلمة عنده ما كانت صدقة وبعض قلماته الكبور الكلمة لو عنده مصادقة هو عارف انه هل يا كب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم فانت اللي معنوط بيك ان انت تبقى بكاتب ماسك القلم وبتكتب الكلمة انت اللي معنوط بيك ان انت تبقى الصدق كله في كلمتك انت اللي بتعمل كده عشان ايه عشان تريند عشان الناس تبتدي تشير وتلايك وكده يا استاذة نادية يا زعيم يا عدل امام يا كل النجوم الكبار دايما تحققوا انه النجوم اللي وقفوا جنبوكو وتربوا على قديكو وتعلموا منكو لا يمكن يا فندم يخدشوا فنوكو او اسموكو بدوفر كده بس كده كده لا يمكن احنا بنعتذر جدا على العملون اللي اخوة بالقلة القليلة من الصحفيين